قام الحرس الثوري الإيراني منذ ظهور جماعة الحوثي كميليشيا مناهضة للدولة بتهيئة الطرق والممرات التي سيمد بها حلفاءه في اليمن ما دفعه لعقد صفقات واستئجار الجزر في محيط ذلك البلد تكون نقطة ارتكاز تصير إليها الحمولة المحظورة ومنها تنتقل إلى اليمن لإبعاد شبهات خروج السفن من مواني إيران إلى اليمن مباشرة طبعاً في 2009 الرئيس الأريتريا السياسي أفورقي قام بزيارة إلى إيران وتمخذ عن هذه الزيارة توقيع عدة اتفاقيات وكان أهمها توقيع اتفاقيات عسكرية أهمها بموقع هذه الاتفاقيات أن إيران استأقرت جزيرتين في أريتريا وهي جزيرة فاطمة وأعتقد دهلك هذه في أرخبيل دهلك في أريتريا قريباً من عصب من عصب إنشأت في أحد الجزر هذه أكبر مخزن إسلحة أكبر مخزن إسلحة على مستوى إسلحة إستراتيجية ضخمة في أحد هذه الجزر ومنه يتم إمداد الحوثيين وغير الحوثيين تعتبر أنه من ضغط انطلاق للتخريب والتدمير لليمن وغير إليمن حتى على مستوى دول أفريقية كما حاصل في نيغيريا أو في السودان وفي أحد الجزر هذه تقريباً أنه إنشأت مراكز أو معسكرات تدريب يعني إنشأت جمعت الأقليات الشيعية سواء الحوثيين أو في بعض الدول الخليجية وغيرها فإنشأت معسكرات للتدريب دربت الحوثيين بعدها بآلاف الحوثيين في هذه الجزر أهلتهم تأهيل عالي تدريب عالي وسلحتهم وثم تعيدهم إلى اليمن فهي أخذت من هذا الجزر منطلق للتدريب والتخريب التفاصيل الكاملة مشاهدين تطابعونها في فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرس الثوري إلى اليمن وذلك في العشرين من أيلول سبتمبر الجاري الساعة الثامنة بتوقيت السعودية على تلفزيون الآن